سابت خليني أبدأ معاك النهاردة عندنا موضوعين بنتكلم فيهم في دورة أبطال أفريقيا الموضوع الأول يعني أنا كنت بشوف أن الموضوع ده مهم جدا لأنه المقارنة ما بين تطور التحكيم والأفريقي في وجود الفار وتراجع التحكيم المصري بعد رحيل كلاتن برج إن ده موضوع مهم جدا 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 وواضح الموضوع ده مهم جدا وده إحنا بنتكلم كده والنادي الأهلي إيه؟ في واصل يعني إحنا الحمد لله يعني في نص نهاية دورة أبطال أفريقيا ويعني كسب 3-0 في المباراة الزهاب كذلك في الدوري متصدر الدوري وإن شاء الله بنكترب من حسب الدوري فأنت بتتكلم ومش من نادي الأهلي إيه لا مش محتاج أو مش بنتحجج بتحكيم أو مش بنعترض على حاجة لكن إحنا بنتكلم نجد بناء من أجل أن أنت تطور منظومة التحكيم في مصر نبص على الحكام الأفارقة في دوري أبطال أفريقيا في المباراة في دوري الثمانية والنص النهائي هتلاقي التحكيم كلهم حكام من غانا من تونس من الجزائر من كينيا من السودان من ليبيا حتى موريتانيا في حكمين حكمونا من موريتانيا كلهم ممتازين ومجوه جديدة كمان طرد مباشر من التدخل العنيف واضح جدا يعني التطور التحكيمي مهم جدا في الكرة الأفريقية أو حصل في الفترة الأخيرة ملخوظة رهيبة جدا تعال بقى نقرن الكلام ده بالتحكيم المصري تحكيم المصري كان ماشي في صورة كويسة جدا في بداية الموسم رغم أن النادي الأهلي كان أكتر نادي بيتعرض لأخطاء تحكيمية ولكن كنا بنقول أن التحكيم كان ماشي بصورة كويسة في وجود كيلاتنبرج ليه؟ لأن كان فيه راجل عادل كان فيه راجل بيطلع يحلل الأخطاء التحكيمية كان فيه راجل بيحاسب حتى لو كان شايف من وجهة نظره أن اللعبة دي مثلا ما فيهاش ضرب الجزائر خلاص كان بيحلل قدام الناس كلها في التحكيم على الملأ كده للتحكيم دي طبعا الحالات هاي في مبارات الوداد وصندونز طردين للاعبة صندونز طرد مباشر كان واضح جدا مستحقين طبعا لكن اللي بنشوفه في الكرة المصرية أو في الدور المصري أو في كاس مصر في الفترة الأخيرة من التحكيم بصراحة لازم فتح تحقيق الحتة دي لابد من فتح تحقيق على أنت النهاردة الحكام دي إزاي يعني إزاي اللعبة زي مثلا لعبة محمد صبحي في مبارات الزمالك والإسماعيلي يعني مبارات الزمالك والإسماعيلي تعتبر واحدة من أهم المبارات الجمهرية تاني أهم المباراة بعد مبارات الزمالك تعتبر يعني مبارات الزمالك والإسماعيلي نشوف الخطأ التحكيم اللي حصل من محمد صبحي أو الضرب اللي حصل من محمد صبحي ده إزاي إزاي هنا ما يحسبش إزاي الفر ما يتدخلش في لعبة زي دي يعني الفرق لو موجود لو مش هيتدخل في لعبة زي دي هيتدخل إمتى يعني شوف الفرق إنت هنا إحنا برضو هنرجع ونقول إن إحنا بنتكلم والنادي الأهلي متصدر الدوري ولكن الأخطاء التحكمية الموجودة أخطاء كارثية كارثة منظومة التحكم في مصر واحدة من أهم المنظومات ما صدقنا مع كلاتن بيرج شفنا بصراحة الكيرف عالي والكيرف بقى فيه تصحيح للأخطاء دلوقتي مع بريرا لابنشوفه ولا بيطلع في أي حتة ولا نعرف حتى الحكام حتى لعبة وليد عبد الرزق في مباراة الزمالك وبروكسي برضو بنتهى ربتين جزاء قل هنا برضو يعني ممكن ما كانش معاه فار ولكن هم لعبتين سهلين جدا يعني لعبتين سهلين جدا دي محتاجة بر محتاجة فار مش بر فأنت بص على منظومة التحكم إحنا هنا يا جماعة بننتقد نجد بناء النادي الأهلي زي ما بنقول متصدر الدوري الحمد لله ماشي في شكل كويس في أفريقيا ولكن منظومة التحكم على اتحاد الكورة ورئيس لجنة الحكام لابد من مراجعة الأخطاء دي يعني تحاسب قدام الناس الحكام دي رحت فين وهل الحكم ده تحاسب فعلا وإيه سبب الأخطاء دي إزاي الفار ما تكلمش مش مهم إنه هو تحاسب أو ما تحاسبش ما هو لو تحاسب هل لما يرجع بعد الحساب هيحسب الحاجات دي ولا مش هيحسبها بيني وبينك يعني مثلا النهاردة في مباراة بيراميدز والفرقة اللي كان راية فرقة راية اللي من كفر الدوار أنا بهنيهم الحقيقة على أداءهم الرائع النهاردة لكن اتحاسبت البيلامتز راكل الجزاء قريبة من اللي إحنا شايفينها دي تقريبا يعني إحنا برضو حتة الحساب لما الحكام تشوف إن حكم غلط فاتحاسب الحكم هيخافي غلط لكن النهاردة لو ما فيش حساب صحيح خلاص الحكام بقى ما خلاص اللي بيغلط ما بيتحاسبش